في إمارة دبي أدى سمو الشيخ حمدان بن محمد براشد المكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد براشد المكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وسمو الشيخ أحمد بن محمد براشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي أدى سموهم صباح اليوم صلاة عيد الفطر المبارك في مسجد زعبيل الكبير واستقبل سموهم والمصلون إلى خطبة العيد التي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عمر محمد الخطيب المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي وتناول فيها قدر عيد الفطرة المبارك كمناسبة يحتفي فيها المسلم بالقيم التي جاء بها الدين الإسلامي الحنيفة